تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من كبيرة منصقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريت كاخ وأعرب شكري خلال الاتصال عن رفض مصر لاستلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها إلى مستحقها وذكرت الخارجية في بيان لها أن الاتصال جاء في إطار حرس المسؤولة الأممية على التشاور مع مصر قبل تقديمها لإحاطتها الشهرية لمجلس الأمن حيث تناول الاتصال الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل المعاوقات التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات وتزايد حدة الكارثة الإنسانية في القطاع